اشتركوا في القناة 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 شكرا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا اشتركوا في القناة شكرا شكرا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا شكرا اشتركوا في القناة 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 سيدي سيدي السيدي سيدي لا أعرف ما هو الذي كان يوم القيامة السيدي أعرف لأنه هذه الحسنة هي المساعدة المحامد المفتح العمام المفتح المساعدة السيدي الله سلام عليكم ماذا نعطينا الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى يجب أن نحن 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 ن في كينة لكن الناس يقول كينة ما هو يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يوجد علماء هنا يمكن أن يقول إنه كينة أو ياسين إنه كينة أو كينة لكن البيت صلى الله عليه وسلم قال يجب أن تجد المعرفة هنا هذا يعني أننا يجب أن نحاول على ما يحاولنا لتجد المعرفة من الله سبحانه وتعالى ورسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله سبحانه وتعالى يجب أن نذهب إلى المعرفة المعرفة هذا يبقى الله شكرا هذا يعني أن المعرفة هي الأهمية أكثر ورسول الله يقول لا يمكن أن تساعدني except the heart of the believer who is the knowledge world is Allah that means nothing can contain me except the heart of the believer my house that means the knowledge is in the heart of everyone if you want to find the knowledge is inside is the house of Allah that house and the manifestation of the knowledge coming from Allah is in your heart c'est pour cela le coeur Allah il dit le coeur rien ne peut le contenir si ce n'est le coeur de mon serviteur le coeur de mon serviteur est ma maison et aujourd'hui même on le dit dans les hadiths du professeur la mosquée c'est la maison d'Allah s'il vous plaît mais tout le monde oublie que nous sommes dans la maison et on ne fait plus attention et on ne fait plus attention dans cette maison personne on laisse les choses traîner on laisse la saleté ça montre l'état d'esprit nos états tout le monde qui vient à la mosquée et la mosquée est la maison d'esprit de Allah et la maison et la maison tout le monde parle comme un marché et la maison et la maison et la maison dans la mosquée et la maison et la maison et la maison entre les gens et la maison n'est pas personne ne s'est en train de prendre ce place est la maison d'Allah nous devons penser à ce ce n'est pas une blague parce que avec Allah les gens voyagent que Yusuf est trop difficile non c'est un principe d'Islam nous devons apprendre nous devons apprendre que c'est une démocratie c'est la maison de Allah s'il vous plaît si vous invite quelqu'un à la maison vous invite à venir à la maison ou vous vous la maison avant qu'ils arrivent et vous metz des buquers oui vous faites tout vous faites tout parfait avant qu'ils arrivent c'est là la maison de Allah s'il vous plaît de Allah s'il vous plaît de Dieu s'il vous plaît de Dieu s'il vous plaît de Dieu s'il vous plaît 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 هذا التعلم المسكين في المسكين لأن المنزل الله سبحانه وتعالى إذا انتظر في المنزل من المنزل تجد كل شيء في المنزل يمكنك أن تقول اليوم هو المنزل 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 مزل 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 ميزل مزل كل شيء ي LGBT جوة جوة أو تلك المثالات سيأتي ويأتي في ذلك الناس وهذا الناس سيأتي المعرفة وهذا الناس لا يحتاج للمساعدة المساعدة لأن الله سيأتي فيه المساعدة وهذا الناس سيأتي رابان لذلك المشايخ يتعطينا أننا علينا فعل ذلك وكيف نفعل ذلك؟ لنفذنا نفسنا؟ أو لنفذنا نفسنا؟ نحن علينا أن نفذنا نفسنا لتحصل على ذلك المنفذة من الله سبحانه وتعالى ولك المعرفة ولك المعرفة من الله سبحانه وتعالى لا إله إلا الله لا إله إلا الله صلى الله عليه وسلم كما أشكرنا لا إله إلا الله سواء canvas لأن لا إله إلا الله ما قلنا؟ الآن يقول هذه المنطقة لا إله إلا الله لا يمكن الله نقول لا يمكن الله إنه جيد لا شيء لا شيء إلا الله الله إنه فقط أحدهم لا شيء لا شيء لا يوجد هو هو تقل الأسفة أولا إلى الله ليس يريدون محطة وحبه 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 إنهم يصنع مع شخص ومسنع مع شخص؟ مع شخص؟ أو مع شخص؟ إنهم يصنعون ومحمد هم سعنوني ما سنعنوني؟ أمون أنهم؟ لا سيكون سلال المشيخ يتعلمنا لنفعل تحليل لا إلاه إلا الله لنفرحنا نفسنا لأنه مثل عصيد ويقف يتحرك إذا اضعوا شيئا هنا اضعوا شيئا لنفرح ولا إلاه إلا الله ستحرك من ذلك لكن الواحد يجب أن يفعل بحادة يجب تحاول BECOMM يجب أن يفعل ذلك إلاه إلاه والله لا إلاه إلاه إن كانت ليس مثلا اليوم هناك نفس معكم بين حريصك والأسر تمechي انتخذ television concerned صحيح ظهگ هل يمكنك فتحه؟ هل يمكنك فتحه؟ سبحان الله هذا هو صحيح نعم هذا هو صحيح لا تفعل ذلك تسسين حتى في 5 منطقات إذا لم يمكنك فعل أولاد كما يقولون نخشبال يمكنك فعل ذلك فقط فتح 5 منطقات وضع في القرن وكما نفسك وفعل 5 منطقات حتى لا إله إلا الله 10 مرة ولكن 10 مرة 10 مرة لا تضع ما تضع لا تضع لا تضع في تجوز ولا تضع لا لأننا يجب أن نتعرف نفسنا ونفعل ونفعل نفسنا في طلب نفسنا لدينا نفسنا لأننا في البداية لم نفعل شيئا نفسنا لأننا لم نفعل شيئا لأننا لم نفعل شيئا لأننا لم نفعل شيئا لن تبقى لأننا لا تضع لأننا بجلد الوضو الآن فakenه في الت planes ما هي المOH المملأمة النساء 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 اخير ما يعني الغراء؟ الصلاة الصلاة هي المشكلة مع الله سبحانه وتعالى والبي صلى الله عليه وسلم قال عندما تعطيك أنت بين الغراء لذلك الصلاة هي المشكلة لذلك الصلاة لتعطي الله سبحانه وتعالى لذلك يجب أن أفعل كل شيء تقوم بحق تقوم بحق تقوم بحق تقوم بحق كل شيء لأنك تتعطيك تتعطيك تضع هذا في تأكيد وأنني سعطيك أن أذهب إلى تتعطيك كما قلت بحقًا إذا كنت تقوم بحقًا إذا تقوم بحقًا سعطيك أفضل يجب أن يدعي أفضل إذا قال أفضل وهو سعطيك and how to meet الله سبحانه وتعالى the prophet will make it easy for us is to come every moment every prayer the five prayers to come and to meet الله سبحانه وتعالى before we meet him must be in our connection we will see Allah why not? he can do it so in the beginning we have to do everything perfectly, I'm going to do my wudu is to meet الله سبحانه وتعالى, it's not to do anything, it's to meet Allah and then you will do everything perfectly and you are coming to that presence, your mind and your heart is there yeah, we say oh, it's too difficult, yes, it's too difficult it's not easy we have to try our best slowly, slowly, slowly even you see the children when they start to walk they fell down they're coming up they fell down they're coming up they try it they don't say I'm fed up I cannot walk no you have to try your best when you are trying they will help you slowly, slowly but we have to purify our heart with the zikrullah with la ilaha illallah and then when the heart is clean Allah will come and the knowledge will come what the zikrullah said say the one is sitting in the name of Allah subhanahu wa ta'ala Allah is sitting with that person yeah you can imagine your lord is sitting with you this is the best thing it's more valuable this dunya Allah says we have to put in our minds and in our heart with sincerity and to say this dunya the value of this dunya is worse is not even the wings of the mosquito we have to believe that but we are not believing we have to believe whatever poor prophet sallallahu bring it is true look where is Steve Job on the ground what is faraul finish where is there coming and the death of angels will come in the cupboard they will come and ask you also oh my friends what you bring nothing you pray no okay if you didn't pray go make wood there your abolition you cannot say I don't know how to make a wood you will know how to make a wood there and they will bring the boy water you say oh how to do it even even we miss a prayer the Mashiach say we will pray there no choice anything you miss you will pray there that's why sometimes they say do the sunnah at least at least with his mercy he will take that sooner and to put it to compense like the prayer you miss now Adam will make Adam everyone is running out of the mosque and they say I have to do something shaitan is but once if you don't go they will make Adam right now he say oh I have to do something okay brother let's all we're gonna pray no 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 it's like this we don't like to pray and the prayer is the meeting of Allah subhanahu wa ta'ala think just about it I'm going to meet Allah and then that will be easier your heart will be soft and you will love the prayer and the prayer is the moment why they choose specific moments because it's the moment because in that moment the manifestation of Allah come down I was saying to people why we make a line to pray why we didn't put someone here someone there go there go there and pray but prophet said make a line because human human being body have two parts you have a positive and negative if you enter in the mosque you have you have and you have people they have faith when you come there and we make a line by positive side we go to his negative side his positive side going to negative and Allah subhanahu wa ta'ala that energy will flow will flow because from everything is about energy that energy will flow and then the tajali in that moment from Allah subhanahu wa ta'ala will come down because that's why you see every mosque and traditionally they have two things the dun and the mineral the mineral is symbolized like receiver and what he's gonna receive from where from that center of the energy is every manifestation of tajali of Allah subhanahu wa ta'ala will come down to the cover from that and we go to Madinah Munawara and Aqsa and then every mosque in this doya will receive that's why we are making sajda also because it's about a magnet it's too long you can cut it it's a magnet and that magnet will come when you make a sajda your magnet small here the big one will pull you from the cover the cover is the big one will pull you and you see sometimes when you are making sajda like prophet subhanahu wa ta'ala said make longer your sajda in night night rain because that energy you will take from that energy because the small one and the big one will pull you take you take you take you and this is about energy and that energy you can see you enter in the mosque you can see but it's not visible in the eyes of people but it's there that's why we have to pray in the time and to get that manifestation from Allah subhanahu wa ta'ala especially the prophet say go to the mosque and pray why because the manifestation will come down in that place each mosque in the house of Allah each house of Allah subhanahu wa ta'ala will receive that manifestation of Tajani will come will come will come will come will come when you are there you will receive it and if you have a negative energy and that manifestation will purify you and give you a positive energy that when you're gonna see oh this is too scientific that is Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala said everything is about energy the first thing was created is what the light of prophet and how you can get it the light without energy no way we have a light now from what the energy come true and the light come and now Allah said I'm not Hafiz on Quran misbah Allah spoke about it in Holy Quran must be our understanding getting rich there yet that is about energy because we have three parts human being and that three parts we have the body we have the spirit and we have the soul and the body is about this material and the spirit is about energy and the soul is about light and that light is about angels and that spirit is about energy energy is about genes the prophet said genes is everyone so may Allah give us a good understanding and support us and make us to purify our hearts and to receive that message from him and I'm so sorry it's too long I'm so sorry I'm so sorry to